اشتركوا في القناة لكن لو كبر وتفاصيله كترت صعب جدا واحد بس هو اللي ينفس كل حاجة فيه ساعتها بنتقبل الإبداعات المختلفة اللي هترسم العمل ده وتضيف ليه بينا على الستوديو اللي هو بالنسبة لي معمل الأبحاث ومكان التقاء الفنانين المشتركين في تنفيذ أي عمل ونسمع خبرة سنين كتير من مهندس الصوت الكبير محمد سار شكراً على الدعوة بس مهندس الصار ومبسوطين ان احنا عندك في البيت النهاردة احنا نتصرفت بالعكس أنا اللي تصرفت وانا البيت نور النهاردة احنا بنتكلم عن هو مين مهندس الصوت حاسس انه في الوقت الأخير يوسف الوظيفة دي بتانيت يبقى اسمي بس احنا نشعرفين حتى احنا مبناش عرفين احنا مفروض دورنا ايه بالزبط مسئوليات مهندس الصوت سواء كان طبعاً بتفرق شوية لو انت بتشتغل استوديو في طبيعة الشغلانة بتحتم عليك انك مثلا بتشتغل ريكوردينج هقولهم بالترتيب في النص في مرحلة ما كانتش موجودة زمان اللي هي الإدتينج يعني فريكوردينج إدتينج ميكسنج فانت انفولفد او انت يعني جوه العملية دي يعني في العالم في شغلانة اسمها بروديوسر بروديوسر مش هو المنتج اللي بيدفع فلوس ولو انه برضو دي اسمها بروديكشن كومبني او اسمها في العالم المتحضر يعني الغربي اسمها ليبل ليبل زي العلامة التجارية يعني بيسموها ليبل فانت ماضي مع ليبل اسمه اسمه ينفر لابل الليبل ده عبارة عن شركة فيها ناس ببدل أقصد يعني ممكن يبقوا مستثمرين ممكن يبقوا بيشتعلك اي حاجة هما بيستثمروا في الشركة دي فيهم ناس غويين مزيكة وفيهم مش عارف رجال اعمال وكل الفئات يعني هقصد من الوصف ده انه مش بالضرورة النيزتي تبقى بتفهم في المزيكة ده كان موجود م schaffen لحد التمانينات في العالم يعني انه كان صاحب شركة المزيكة بيقروا سكور يعني للدرجة دي بيعرفوا مزيكة بيقروا نوتة يعني مشهورين يعني فهي في الاخر الشركة بتدار عشان تدر ربح لأصحاب الشركة دي او الشركة او الشير هولدرز اللي فيها طيب المزيكة نفسها بتتعمل ازاي جوة الشركة دي انا بتكلم على المفروض تبتكلمني عن شيء بتري انقرد اللي من دول يعني لأ اللي هقولك هي ده منقردش ده موجود لسه الشركة دي جواها ادارة اسمها A&R جوا اي شركة من اللي انت بتقرأ اسميهم على الصوانات لازم كده A&R دي اسمها Artist and Repertoire جزء من الادارة دي زي الناس الهيد هانترز بتوع الشركات او زي بتعوا الكورة اللي بينزل للشوارع يتفرج على لعيب وياخدوا يدي نادي ليه هم اسمها نفهمش في الكورة بس ليهم اسم للناس اللي عارفة في الكورة يعني فينزل يروح pubs يروح clubs يروح لو في مولد بيترحاف ايه لو في المناسبات يستكشف اسمهم كشاف مظبوط فبتاع الكورة يعني اظن اسمهم كشاف ينزل يعمل كده ياخد الولد ده او البنت او الباند او يعني الارتست اللي لقى ده يؤديه للشرك بيسمعوا بقية الناس في ناس بقى هناك اللي هي في البقية التدوي يسمعوا يشوفوا يطلع منه ايه وكده وعلى حسب نوع المزيكة يبتدوا يعينولو البروديوسر البروديوسر ده هو اللي هيعمل الالبوم وهو اللي هيقرر شكل الارتست ده شكله فنيا مش شكله اللي هو الفيزيكال يعني شكل الفيزيكال في ناس تانية برضو هتعملو هتلبس مش هتلبس تصريحة شعرك ستايلست بقى وكده اه علشان ستايلست وكده علشان يشوفوا هم عايزين يكلموا انهي شريحة عمرية فحيكلم مثلا شباب في سن مثلا مدرسة ومشع في ايه وبتاع يبقى حيلبس الولد اللبس ده لازم يبقى سنه مناسب وتصريحة شعره عشان هو بيتارجت الفيئة العمرية دي او ده اسمه سيجمنتيشن يعني دول ناس بتوع المزيكة حياخدوا هيقرر انه مثلا كذا انت ده حتغني مثلا بوب حتغني روك حتغني لو هنا في مصر يعني لو كان ده موجود حتغني مهرجان بيختار له نوع البتاع بالاتفاق طبعا مع الولد او البنت او الباند الارتست يعني انها حاجة تليق عليه انا مضطر اجيب النموذج الغربي او الاوروبي لانه الصناعة تأسست عندهم مش عندنا يعني لو هي تأسست عندي كنت هجيب نموذج عندي انا بس هي الصناعة دي تأسست هناك بالشكل اللي عامل كده ده وكان في مصر في محاولات شبهها وكانت نجحة كل حاجة بس يعني انا بحكي عن الغرب لانه تأسيس الصناعة جي كده فالبروديوسر ده سيدي بيختار الحاجات مع الارتست اختار نوع المزيكة بعد ما يروحوا للسونج رايتر الشخص اللي بيكتب الاغاني اللي هو برضو مختلف عن الطريقة اللي هنا شوية فيه ناس بتعمل كده فيه ناس لأ انه الاغنية بتتكتب وتتلحن تسمو سونج رايتر بس قصدي هي الاندسر دي قامت عن فكرة السونج رايتر اللي بيلعب بيانو بيلعب جيتار بيدندن معرفش بيعمل ايه بس في الاخر بيكتب كلام وفيه اتنين بيشتغلوا مع بعض يعني فيه برضو الفورمات ده موجود ان حد بيكتب وحد بيلحن بس هما بيبقوا يعني الحكاية بتحصل جول بتحصل في نفس الوقت يعني فالبروديوسر بيناقي من اول هنا لحد المزيكة لو كانت بتسميه بروديوسر بقى بيعمل المزيكة لو كان هو بيعمل المزيكة او هو بيشرف بس عن المزيكة بيقول رأيو بيحط ديريكشنز وبعدين نتخش في المرحلة بتاعت الاستوديو خلاص بقى فيه كلام مكتوب ومتلحن وراح لأرينجر سلاش بروديوسر سميه اختار الاسم اللي انت عايزه اللي هو بيعمل المزيكة اللي بيعمل اللي بيصالنا على المزيكة بقى ويحط الهارموني او بتاعه يعني بيكتب براس سكشن بيكتب فيولنز بيكتب زي ما انت فاهم يعني بيقلف لأوركستر مش بيدا فده اللي بيسموه اكتر التانيين اسمهم بروديوسر اللي هما بيعملوا مزيكة الكترانيك ومش عارف ايه وبتاعه ده على حد اللي انا عرفه يعني طبعا لما تخد تدخل جوه اكتر وتبقى قصتهم كل يوم بتلاقيين فيه تفاصيل جوه التفاصيل المهم الارتس الجديد ده غالبا زي ما انت عارف مش هيبقى عنده خبرة ولا دخل الستوديو ولا حاجة بروديوسر زي ما انت عارف برضو دلوقتي طبقا للكلام بيبقى عنده خبرة اشتغل في مش عارف ايه بنعمل مرة حاجة مثلا روك فرح لفلان الفلاني بيطلع صوت في الروك حلو بيحب يشتغل معاه في البوب كذا بنعمل حاجة مثلا كنتمبراري او معاصر فبقى عنده هو زي ما انت دلوقتي مثلا عارف كل استوديوات مصر عارف كل مهنسين مصر انه لو في ايدك شغلانها مثلا كذا هتفضل توديها الفلان او فلان تبقى لزوءك وخبرةك هو عنده نفس الحكاية في اللحظة دي يبتدى يظهر في الصورة عضو جديد في الفريق اللي موجود بقى اللي هو تكون من السونج رايتر للرجل اللي بيعمل الالف المزيكة البروديوسر اللي بيشف على كل ده التيم دخل عليه كمان واحد اسمه موهند السوت موهند السوت ده بقى هيعمل حاجات كتير قوي انت رايح له فانت باي ديفولت كده باليعني بريست بريست بدلا انت راحت له انت ازا بروديوسر لان هو الشخص المسؤول في الحالة في السيناريو اللي احنا بنحكي يبقى انت عجبك الراجل ده عجبك السوت اللي بيطلقه عجبك طريقة شغله مش رايح اجربه مش رايح تجربه ولو رايح تجربه هتبقى رايح تجربه بناء على حد من زميلك اللي في نفس مستواك او احسن منك قالوا لك والله هي فلان وانت سمعت الشغل فانبسطت فبرده مش رايح تجربه الراجل ده عنده اختيارات بقى كتير جدا بهم هو الحل الصوت ده من اول انه بيختار الطريقة اللي بنسمع فيها مش هتلاقي حد بيكلمك عن الموضوع ده كتير انه السمع جوه الاودة مش صوت الاودة المهندس ده بيسمعني ازاي ده مهم جدا لأنه ده اللي بيعمل الفايب جوه الستوديو مسؤولية مهند الصوت فتلاقي الفايب لطيف والدنيا دايما فيها كده أجواء حلوة وهدية لو انت بتحب الهدوء أو مش هدية لو انت بتحب في ناس بحب الدنيا تبقى الهايب عالي أو كده دي مسؤولية مهند الصوت فهو في حاجة سيكولوجية أصلا انت بقى مرتاحه مبسوته بيسمعك الهدوء نفسه قصة مهمة ما حدش بياخد بانه منها بتسمع الناس على الهدوء شكله ايه وانت بتسمع الهدوء شكله ايه لأن الناس قاعدين معك في القضاء 8 ساعت انا مسلا كدام عندي وشك انا بسمع واطي بتعالي شوه بش مهندس فالناس عايزاني عالي لحد ما بقيت تعارف اوصل لطريقة ان انا بقى سامع عالي الناس مبسوتة وانا كمان مبسوت بس وانا قاعد لوحدي مسلا مش ممكن اسمع على الليفل ده بس وانت معاك ناس الموضوع مختلف فمن اول هو هيسمعك ازاي لحد بقى ما هيقرر اختيار المايكروفون بس قدام اختيار المايكروفون دي قصة ممكن تبقى الناس كتير اتكلمت فيها انا مش محتاجة اتكلم فيها لأنها يعني قصدي كل المايكروفون عنده كاراكترستيكس بتاعته مش عارف ايه وكل واحد وزوقه وصد المايكروفون الارتست وقف بيغني وبروديوسر قاعد وبقية الناس اللي هي ممكن تبقى قاعدة او مش قاعدة يعني بس اكيد البروديوسر قاعد او الارينجر قاعد او حد من وانسو بيدو ستوبت مش عاجبه وبيرجع ويسجلها تاني محدش تكلم من دول مش معنى كده وتاني ان الموزع او البروديوسر او الارينجر اشوف يعني مش هنختلف على الاسم دلوقتي بعد ما عرفنا الديفينيشن مش سمعها لأ هو سمعها بس ممكن ما يسمعهاش بالوضوح اللي انت سمعها به او بالتفاصيل دي هو بيسمع صورة زي ما بتبص على شجرة او ترجع وراء وبص على غابة فاهم انت ببص على شجرة وقاعد بتشتغل على الشجرة دي وفي حد بيبص على الصورة الاكبر بعد ما بيسقه فيك بيسيبوك انت تاخد قرارات ومن هنا يبتدي بقى السؤال اللي احنا رغينا الرغي ده كله انه قديمه انت بتاخد قرارات في انه التيك ده مش حلوه وفيه تكي تاني تاني احلى انه الجملة دي مش بتقالى احلى لا دي التاني احلى بسمعهم مرة اتنين وتلاتة وغالبا اللي هما وزقين فيك بيطلع انت رأيك صح ما هما جولك ليه ما هما حابين الامبوت بتاعك في الشغلانة او الاضافات بتاعتك او اصد اقولك قبل ما نمشي من الحكاية دي انه فيه تفاصيل انت بتعملها وانت عب بتشتغل انت نفسك بتعملها انت يعني شخصيا بتعملها غير ما تاخد بالك هي بتضيف للعمل واللي جنبك بيبقى مبسوط ما يعني مش هتلاقيه زعل انه انت وقفت ليه مسلا غالبا لا او انت رجعت خط تادي ليه الله ما هو عايزك بس حضرتك تو الوقت بتتكلمني اكتر على تيك الغنى طب اخبار يعني تيك المزيكة نفس الحاجة نفس الحاجة بالزبط اا باخد تيك اا مش حلو بقف واخد تيك تاني حلو باخده واخد تيك تاني وتالت وفي الاخر بنتناقش احسن صديق ليه جواه للستوديو هو الموسيقي ما عندكش حل تاني فلازم تصاحب المزيكات يدهق وتسمع رأيه لانه رأيه مهم فبنقعد جواه القودة نسمع وبسعب بتاخد بالك من حاجات هم ما خدوش بالهم منها ما بسمعه برضو التوتالة او الصورة على بعضها التفاصيل اللي انت بتاخد بالك منها دي ممكن لما تقولهم علي يقولك اه فعلا عندك حق ممكن مرضو نختلف يقولك لا التكل اولاني احساسه احلى احساسه احلى مفيش مشكلة قصدي ناف الاخر بتمشي كده بس اللي احنا وصلنا له دلوقتي حالان اهو ان انت بقى لك دور وكلامك بيتسمع بشكل ما يعني ليك اه اه حتة كده انا كنت بقول مثلا في موضوع مهندس الصوت وقد ايه فيه ناس مثلا بتدخل في التوزيع قوي وفيه موزعين بيحبوا اشتغلوا مهندسين صوت معينين علشان بيقرأهم بتضيف لهم بتضيف وبتدعم يعني بتسابورت اللي بيحصل وفيه ناس بيحب مهندس الصوت ده بس ما بيحبش قرأه في التوزيع انت دلوقتي الاغنية تكتبت اتلحنت اه اتوزعت اه التيم ده كله يعني فيه واحد كتب واحد لحل واحد وزع واحد حس وغنى او عايز يغني لو ديتل كل واحد من دول 20% مثلا كويس فيطلع لك في الاخر 20 و 20 شافيه يطلعوا 80% كويس ال 20% اللي فضله دي الصورة الفريم بقى البراني والرطوش اللي هيحطاه مهندس الصوت بس على فكرة هو كم ممكن ما يجيلكش بذاتنا وده بالتكنيكس الجديدة دي يعني كون ان هو جالك وساب لك عشرة في المية تحط رأيك زوقك بتاعك احساسك خبرتك مش عارف ايه هو يشكر الاول يعني ان هو جالك كم ممكن يعملها في البيت ما الكمبيوتر بيعمل حاجاته انت راجل بتشتغله عارف انه عبروتوز هيطلعها وحشة ما تطلع وحشة وحور هما مبسوتين ببعض طالق خربان مبسوتين بيه اه مبسوتين بيه ولزت السوق وبعت وجابت فلوس اه هما احرار مقدرش انا اقول له اصلا الميكس يا عم احنا مبسوتين الميكس حلو اوي جميل اوي خلص مهمتنا خلصت يعني من غيرك نكون بقى ان هو الراجل لطيف وجالك وحبك وعايز زوقك ودى لك المساحة بتاعت العشرة في المية دي يبقى انت لازم تحافظ على ده وتحاول تملى العشرة في المية دول بحاجات مفيدة حتى لو كانت الحاجات المفيدة دي انك بتعمش حاجة خالص يعني انك تتبقى ابسط حاجة دورك قاعد بيكبر مغير ما انت تتحس قاعد بيدخن جوه الحكاية فالشغل انا اللي جاية التيم هيبقى بدل ما هو ثلاثة بقى اربعة بدل ما اربعة بقى خمسة بقى فلان وفلان 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 ومثلا احنا بنحب مش تتعل مع صوت اسمه اكس وبقى اكس فلو انت شاطر وعرفت تدي تحط تاتش حلو تكبر المساحة وتقعد كده وبتاع ده حلو معرفتش ما تنساش انه في الاخر الناس دي كلها كان ممكن تعمل الشغلانة في البيت وتطلع اوحش من اللي انت هتعملها اه تطلع اوحش من اللي انت هتعملها وينزلوا بيها اه هتعمل ايها اه بس انا حاسس انه دلوقتي الواقع بيحصل جوه الستوديوهات يعني انه الادوار مش موجودة فبالتالي هو مين اللي هياخد قرار انه التيك ده كويس انا الواحدي وفي نفس الوقت بعد ما طلعت الحاجة مش كويسة او فيها مشكلة هي مشكلتي الواحدي او لو النهاردة مفيش متساب انا والمغني او متساب انا والموزع او متساب انا حاسس انه في اللي انت بتقوله لا احنا عندنا في مصر مش كل الادوار واضحة بالشكل ده ومش كل الحاجات موجودة بالمنظر ده مش في كل السيشمس لا طبعا مش في كل السيشمس وده علشان مفيش حد بيبروديوس انه مثلا بيبعارف انه دي شغلانة كزا لا دي غلطة في اللحنة مش في التوزيع لا ده مش دور مهندس الصوت ده دور كزا لا دي تتساب لمهندس الصوت بقى ما تفتيش انت فيها فاهم التفصيلة دي بتاعت الشخص اللي بتاعتنا نتكلم معيه في الاول هو بروديوسر بروديوسر ده هو اللي بيعمل كل الحكاية دي هو اللي عارف تقسيمة الادوار بالمناسبة ارشتر بروديوسرز عادة يعني كانوا بيبعانسين صوت لانه هو اللي عنده كل الخيوط تاعت الشغلانة يا سلام لو مهند صوت اصلا كمان موسيقي يعني وعنده الخبرة دي وزوقه حلو فبتبقى بتفهم في التوزيع وبتفهم في التلحيم وبتفهم في الكلام وبتفهم في هندسة الصوت وعلى فاكرة بتفهم في التسويق لانه بيجو لك بتقابلهم برضه وبتسمع وبتسمع الامور مشيت ازاي من ناحية التسويق ايو مش موجود في مصر علشان الدنيا متلخبطة بيجي لك الموزع ساعاته انت مهندس صوت يستغل يعني خبراتك وخليك تساعده في حاجاته مش عارف ايه وبتاعه دي ازمة تانية مسلا انه لما انت بتقعد تحط مجهود كبير جدا في اغنية مش توزيعك انت كمان دس صوت اصلا ودي مشكلة حصل كتير جدا ومع زميلنا كتير قوي يعني كلنا تعرضنا لها يعني انا كمان تعرضت لها وكل حاجة بس انا دايما بحاول لنا ما تدخلش الخطوة الزيادة دي يعني وبعد ايه الاغنية تنجح طب دلوقتي هو العمل الاغنية دي ما هو مش الموزع الواحد وده انا عارف انه مهندس الصوت الفلاني وشفته بعيني غير الاصوات وشال مش عارف ايه وحط ايه وغير مش عارف ايه بقى شريك في التوزيع بقى شريك فما بتحسن انها بتنجح مهندس الصوت بيزعل بيحس انه انا كنت شريك انا يعني طب اكتبوا اسمي حطوا جنب اسمي علامة حمر اي حاجة المهندس بشرطة عايز سنة تقدير ما هو اه بالزبط عايز سنة تقدير ما هو التقدير ده بيخليك التقدير مش فلوس بس التقدير بيخليك تعيش وتنبسط وتحس ان انت على قيد الحياة يعني وانك بتنقدر فدي برضو كانت مشكلة سببها السؤال اللي انت سألته في الاول اللي هو موانس هو الدوره ايه لا انت ده مش دورك ولو هتعمله خد عليه فلوس بس في دور تاني خفي كده بيحصل يعني بتتسحب ليه من غير ما تدرى هي انه لما يبقى معاك عزيفة شطار والتوزيع فيه مساحة مزيكة وابتكار كتير فيبتدوا العازفين يحطوا افكار كتيرة مختلفة في نفس الحتة فنبتدي نعمل بلاي ليست وإيدت فبقينا محتاجين قعدة إيدت عشان نختار من الافكار الكتيرة اللي احنا سجلناها فيبتدي هنا يعني انت عايز تحسم القعدة فبيبتدي دورك يبقى يزيد اختار من دي او دي ليه بره فيه حد بيسجل وحد بييدت وحد بيمكسج ما هو علشان اللي بييدت ده ده بيمش هنا تانية روحوا بقى عند فلان اعملوا ايدتس دي هتتفعولوا بقى عشرة جنيه هتتفعولوا مئة الف جنيه انا ميقصنيش هاتلي حاجات اماكسجها لك او عنديش وقت مش هانا باخد منك عشرة روش دول ميكس بس ثانية واحدة حضرتك دلوقتي يبتدي يبقى فيه دور الراجل اللي بيسجل بغد النظر بيسجل الات او بياخد متيريال وبعدين بقى فيه واحد بييدت وبقى فيه حد بيمكسج بقى فيه وظيفة جديدة بتحصل في وسط الحكاية ديت هي انه المطرب ما بقاش بيحب شوته صحيح بنسبة تسعين في المية بقى بيحب شوته مضبوط تيونينج بنسبة مية في المية فبقى فيه وظيفة جديدة هي التيونينج اه هتقصد الشخص اللي بيرسم الصوت اه لا لا الشخص اه بقى فيه شغلانة جديدة اسمها كده وفيه كذا حد من الناس في مصر زميلنا بيعملوه وبيعملوه كويس قوي الحقيقة وكل حاجة هل ده موجود في الدنيا انا بريفرنس عالدنيا علشان حجم صناعة الدنيا اكبر من حجم صناعتنا اللي بيدفع في فلوس برا اكبر من هنا التطور بحكم ان هما بيشتغلوا اكتر وان هما في الغرب جنب الجامعات اللي بتعلم والمصانع اللي بتصنع على الكمبيوترز وبتعمل السوفتويرز يعني قصدي الاندستري هناك مش هنا فانا بريفرنس على برا عشان بس الناس تبقى ليه يعني يقولك محنا احنا طبعا كويسين جدا عندنا يعني خبرات محترمة قوي سواء موسيقيين او 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 انا بريفرنس على برا فى وقت ملوقات اظن سنة تسعة وتسعين جاي حد من مهندس صوت انجليزي كان اظن كان جاي سابورت لحاجة كانت عندنا فى الستوديو مهم الراجل ده كان بييدف سبايس جيرلز اللي هما كانوا اربع بنات بيغنوا وبتعم وقال لي انه الساشن وكانوا بيغنوا على قدهم يعني اللي هما منهم بريتني سبيرز وفى واحدة تانية مش فاكر اساميهم يعني اين الساشن فيه يا ست تلاف يا تامن تلاف ايدت فى تراكات الغنى تامن تلاف ايدت اه فى وقت كان برو تولز انك تيدت اصلا انك تقطع وتصلح بتش تسعينات تسعينات كنا فى برو تولز فور مثلا اه فانا سمعت الرقم يعني معقولة ده عمر يعني عشان يطلعوا بيغنوا كده بعد كده كل ما واحدة فيهم طلعا اتغنت لوحدها وسمعناها وبتاع فهمت انه ده دول كده بعد ما اتعلموا اخدوا ففكرة التوننج في الاسف في الباب والروك معظم الحاجات موجودة الناس بتصلح التونن مش موجودة فين مش موجودة كل ما هو ناحية الجاز الكلاسيك طبعا لو بتكلم فى الكلاسيك بانواعه يعني ما فيش كلام ده طبعا الناس بتغني زي بتغني بجد يعني يعني لأ انا لما يجي لي حد يسجل اصلح له صوته على قد ما اقدر سبق انه يعيد الغونة تاني او ان انا استخدم او او لو هو بيحب يروح لحد يرسم له صوته لطريقة عشان لو مش فاهم حكاية رسم الصوت دي انه بتبقى ادق بكتير يعني بيصلح التوننج او البتش او الدوزان يعني بشكل ادق بكتير من الاوتوماتيك اللي احنا بنحطه عليه بتختار مسلا اف ميجر ويبقى هو ده وكتره. لان هو لو بيغني وحش واضطرينا ندوس شوية على الاوتو تيون او او عشان يطلع بيغني حلو ارحم ما بقى سامعه صوته وحش انا دلوقتي راجل مواطن طفل ست وواحد شاب صغير طويل طويل عريد كأنه ليه عايزها سامعني نشاز وzetخليني افضل اسمع النشاز ده ممكن يبقى مش بيدي ممكن يبقى شغال في الراديو او انا مش عافة في شط القط في الراديو او في التلفزيون او او انا مش عافة في التلفزيون فحتطر أبقى قاعد في الب Syd самый بيجراون تو بيجراونت بتاع حياتي قاعد بسمع النشاز. فبما انه هو بيغني وحش الشخص او هي اول ما بتبتدي تدوس عليه زي ما انت بتقول بيبتدي نسمع هارمونيكس والصوت بيبتدي يبقى ارتفيشيال شوية مش حقيقي شوية ما انا جايلك في دي بقى اولا ردي على ده اولا دلوقتي يبقى فيه نوعين من البشر مغنيين بتحب الارتفاكتس دي اللي هي اللي انت بتقول عليها بالزبط دي اللي هي صوت زي زغراتة كده اللي هو اسمه تي باين افاكت اللي ابتده في غنية شير اي بيليف فيه ناس بتحبوا صوته هو حر وفي الاخر ده بروداكشن بتاعه برضو انا التاني هارجع لموضوع بوهند الصوت انت عند حد معاملته ايه جماعة ده مش صح ده مسلا كده this is too much او بتاع بيطلع انه لا هو عايز الافاكت ده جويس هو هيبيع بيه البيعة بتاعته وهو الارتس الالبوم بتاعه فانت فيه حتة هتقف عندها رأيك لازم تخليل نفسك هنا مش بقولك انك هتعمل حاجة غلط بس حاجة ممكن يبقى زوقها مش زي زوقك هو انت لو قرست قوي على الاوتو تيون وطلع صوت اللي هو البتاع يعني احنا بنسمعه بيدحك يعني اللي هو ايه ده بص الاوتو تيون كتير قوي بس طلعت النوت في الاخر صوتها مضبوط برضو بالنسبة للودن البشرية كويس انا انا اخاف على الاجياء يعني انا اخاف ولادي انا عندي ولادي اخاف انهم يسمعوا نشاز فايبقى بعد شوية نشاز طبيعي اخاف انهم يسمعوا مثلا الفاظ مش كويسة هم اكيد بيعرفوها بس لما هيسمعواها كتير يعيسوا انها طبيعية انت فهم زي انت قعد بتغير فطرة البني ادم واحد واحد لما تيجي انت مثلا انطلع الكبري بتاخد ملف وطلعه عربية ركنة ايه ده حد يركن كده بس لو انت كل يوم بتطلع على الكبري وتلاقي ستة عربية ركنة بعد كاتب عربية بتركن على الكبري بس كلامك بيودينا لانه بقت النهاردة الصوت الطبيعي على الودن انه الصوت عليه اوتو تيون طب هو ايه الحل الراجل اللي جاي لك ده مش هيبطل غنى مش هيبطل غنى هو بيغني وحش وصوته وحش وما فيش حاجة خالص عندنا احتمال واحد ان احنا نطلعه ان تيون يعني احتمال كويس مش باقولك بقى دوس على الاخر او ما تدوس على الاخر بس انا باقولك في الفكرة يعني بتاعت انه يطلع ولا نسيبه للحرية فهو بينشز ومبسوط او انه بينشز وينديها بقى جامد يعني قصدي خده كمان نعمل ايه وهو مش هيبطل غنى ومش هيروح يذكر غنى لانه بقى عارف ان البتاعة ده موجود نفجر البتاعة مش هيتفجر عدناها المرحلة دي خلاص بقى بقت صناعة كبيرة اه في كل ال تايمز تايم ماجزين كاتبين ارتكال مهمة جدا ممكن ابقى ابعتلك اللينك بتاعها قديمة بقى لها كم سنة حطها بتاعت البتاعة ده على القصة دي انه ما بقاش الارتكال بتقول ليه صوت البوب ميوزيك بقى مظبوط قوي هو اللي انت بتقول ده بالزبط هو شرحين القصة يعني من وجهة نظر الكاتب يعني فانا شايف انه مفيش حل يعني قصدي احنا دخلنا في حتة بتاعة هتقوله يروح يذكر غنى تانى ما بيعرفش يغنى ومش هيذكر احسن ان انا صلحها على قد ما اقدر بحيث انه المستمع اللي في الاخر ما يبقاش سامع نشاز وهو هيعرف انه صوت وحش على فكرة المستمع او يبقى عارف انه صوت وحش ويحبه اميش دعو بقى ده زوقه انا بحاول اوصل احسن حاجة يعني اللي في ايدي ان انا عامل احسن حاجة لللي حيسمع ده دوري بس انا مش دوري ان انا ابطله هنا او ان انا اقوله انت ما بتعرفش تغني انت مش دوري برضو فهم يعني دم مش دوري انا حسيبه يعمل بدل جالي احاول اطلع من اللي هو الدهوني ده احسن حاجة ممكنة ولو مش عاجبك الشغلان اعتذر يعني اقول انا اسف مش هعرف وانا اعتذرت عن شغلانات كتير جدا ام احسن انا مش هعرف اعملها يعني هالحاجات قاعدة التخصصات بتزيد زمان كان عندنا حاجة اسمها دكتور عدم دكتور عدم اللوقتي بقى بيشتغل اه حاجات اكتر بقى واحد بيشتغل دهر في القناة اللي فوق في القناة اللي تحت واحد بيشتغل ركب اه واللهي يعني اه بقى اتعاملة كده فبتطلع مع الزمن والتطور التقني او التكنولوجي يعني انه بيحصل اسمها فبقى فيه واحد غاوي ممكن يبقى كمبيوتر جيك او فريك انت ما تقدرش تشتغل بسرعية ولا تقدر تقعد قدام الكمبيوتر مثلا ست ساعات بتسمع ايه نوتا هو بيعف يعمل كده فبقت مهنة المنفصلة فبعض الاحيان بقت مهنة وبيني وبينك انا لو عندي حد بيعمل المهنة دي وبالتحديد لو كان بيعملها احسن مني وهم معظمهم هم بيعملوا احسن مننا لان هم بيعملوا كده كتير اوي انا مبسوط اوي يعني اصدي او انا بوق من جدا انه يعني فيه ايديتر عايزي ايديت انت هتروح له ايديت يجيلي مش عافية حد حيصلح التون وهاتلي التراك انت مبسوط منه انا موافق علي لو انا في حاجة في التراك شايف انها مثلا اوفر بروسست او متصلحة اوي او اندر بروسست هقولك خليه اعمل لي دي فالامور هتبقى اسهل فيبتدي يحصل انه الصناعة بقى فيها يعني تفاصيل كتير ودي طبيعة المرحلة اللي احنا فيها انه بقى فيه بقى فعلا بقى فيه تفاصيل كتير طيب وصلنا اليوم الميكس بعد المراحل الكتيرة اللي اتكلمنا فيها انا امتى هقول ان السيشن ده جاهز يتعمل لو ميكس فيه قرار بتاع مهانس الصوت وفيه قرار التاني خلينا ناخد القرار الكبير الاول اللي هو قبل قرار مهانس الصوت لان قرار مهانس الصوت ده بينك وبن نفسك انت تاخد وقت من انت عايز وفيه قرار بتاع الناس اللي بتشتغلوا معاك في الشغلانة يعني اللي هو في الحال دي هيبقى المغني عادة الملحم بعد تيك الغنم ما بيجيش الستوديو كتير او بيبقى اتطمن انه الدور بتاعه انتهى وعادة ما بيجيش كمان لانه غادبا بيبقى واثق في الموزع ومهانس الصوت انه هيطلعوا احسن ممكن وواثق انه ده دورهم اكتر من دوره يعني فالملحم بقاش موجود بيبقى موجود الموزع في المرحاة دي والارتست اللي هو مغني مغنية يعني الارتست لو في حد بيبروديوس بيوجه يعني بيقول كذا او كذا يعني شخصين يا تلاتة يعني عادة شخصين موجودين لما الناس كلها تتفق انه خلاص مبسوطين اللي موجود ده حلو تيك الغناء حلو المزيكة كلها كويس السلوهات بدلنا الصور دا مكان داشتنا دا كان صوره كذا، لا مش عرف قيعي الاغنية دي افلة او 클� طيب pin المرجعات حنحط فيها كذا هنشيل كذا يعني قذي التفاصيل اللي هي deeper خط الصور التاني حطيته به الاولاني في الثاني خط النص الصور دا مش عرف قيعي التفاصيل دي. بعد ما كل التفاصيل دي بياخد الارتست اللي هو الموزع سميه بأزل يعني قصدي هم كلهم في الاخر بيروا نفس الحاجة بياخد كوبي يسمعها ويبقى مبسوط ويقولك ميكس والمغنية او المغنية بياخد كوبي يسمعها ويقولك ميكس. عادة المغنية او المغنية بيسمعوا صوتهم. ولو حاولت تعمل اي حاجة غير كده مش هيحسن. وده اسمه مي سندروم. سندروم يعني مارض. فتبقى انت قاعد مع باند مسلا وبتميكس كويس. وانت بتشوف الحكاية دي كتير في تنبعية الشغل انت بتشتغل. في الخش الراجل بيلعب بيس يقولك علي بيس. وبعدين يمشي فيخش بيانست يقولك علي بيانو. والمغنية طبعا عايز يعلي الغونة. ده اسمه مي سندروم. كل واحد بيشايف عايز نفسه يعلي يعني. فالمغني هيبقى اخد بالو من الغونة. بعض المغنين المثقفين موسيقيا اكتر اللي بيعرف يسمع هارموني. اللي بيعرف يسمع كزا يقولك اللاين الفلاني مسلا انك محتاج يعلى في الحتة دي شوية يا سابورت. كل ده انت لسه في مرحلة الراف ميكس. الراف ميكس اللي هو المرحلة القبل الميكس على طول اللي هي الاغنية بتبقى شكلها واضح. خلاص. يعني بسموه راف ميكس. عشان هو ما هو راف يعني يتعمل بسرعة ما فيوش تفاصيل كتير او كده. لكن نظريا الراف ميكس ده دي اخر حاجة اخر راف ميكس يعني قبل المرحلة بتاعت الميكس. فده القرار الجماعي اللي هما الناس كلها بتقولك ياسور فاين ماكسر. انت بقى كمواند الصوت امتة بتقول ان انا هماكسر. انا هقولك انا 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 بعمل ايه يعني. انا بعد التيكس كلها. انا ما بقمشي من الستوديو. يعني انا لو باخد تيك ما بقمشي من على الكرسي. يعني ما طلعش اروح مسلا اه اه اخسي الايدي وارجع. لا. ما قمشي. الا لما خلص بتاع الاولاني اللي هو النظافة. بتاع التيك. تيك بقى انضيف عارف اسمعه كويس. مفيش 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 مش عارف ايه. اه وبعدين اه امشي. فانا التيكس دايما بقى متطمن كويس جدا 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 تيك سليم. اسمعه كله. فا وبعدين اروح ايديت. انا الايدتس بتاعتي. وبعدين يجيلبي الايدت لست بتاعت الموزع انه ساقر عاديه مسلا. انه حط ده مكان ده. الشيل ده. الحتة دي مش حلوة لهو عنده. يعني ساعات بيبقى عنده ساعات ميبقى عندهش طبعا رأيه مهم جدا. فاخلص الحاجات دي اافتح الايفاكتس بتاعتي. اردتي بالساشن بتاعتي. اه اسمع التراك مرتين ثلاثة اربعة لو اقدر ابعته لنفسي على الايميل او واتساب واسمعه على هيدفونز بس لو انا مش سمعه كويس لو انا مسجله من الاول فبقى عارفه يعني بس وانس انها بتيت اسمع على هيدفونز او كده فابتده يبقى عندي بقى بشكل يعني بتيت اسمعه هو او انا عايز اسمعه ازاي او انا سمعه في المستقبل حيبقى عامل ازاي بعد بقى الاداتنج يخلص بعد ما اتطم ان كل تكيات الغنى حلو كل حكاية التيمبو مسلا عندي مشكلة جمدة جدا بقدرش عدي تيمبو ولا تيون مش بعرف يعني تيون وحش بافضل طول الوقت منزعك عيد الغنى عاد الغنى مطلعش حلو اه جرب مش عافقية طب نفتح او اتو تيون احاول اصلاحها احاول ارسمها طب ابعتها الحد داشتر مني ارسمها اي حاجة بس بحاول ما طلعش حاجة اوف تيون والتيمبو بيزعجني جدا لانه هو اللي بيخلي المزيكة فيها جروف يعني مش ان التيمبو يبقى كونتايزد لا انه يبقى في حاجة اسمها in the pocket في الجروف تاع المزيكة المزيكة موقفين على الستيج ما بين البيس البيس بلاير والدرامر كويس في ميلي ساكنز كدس او ميلي ساكنز ما بين الدي والخبطة بتاعت البتاعدة امرها بتطلع مظبوطة قوي بس لما بتبعد قوي اسمها يعني بتبقى فيها مشكلة ما بتقرب قوي اسمها in the pocket كويس الترم التاع in the pocket ده فانا بحب الجروف يبقى in the pocket دايما حاجات كلها بتعمل كدس احيانا بتحطها تليها مش على الجريد او مش انها يعني على مش بالزبط تحت بعض مش بالزبط ما يهمنيش بس ودني سمعها حلو فانا باخد بالي جدا من ان انا اخد التراكس حتى لو التراكس دي ميدي احيانا بيحصل مشكلة دي في الميدي اللي حاجة بتنكتر ما هي مظبوطة قوي انت مش عايف تسمع الكيك من البيس فبتضطر تحركهم في سنة وممكن تيجي في حتة معاينة مثلا تتروح معها تجاب ده سنة كده او سنة كده او تاخد التراك مسلا تشفته شوية عادة ما بيبقاش التراك كله عمرها بتنفع في التراك كله بس في حتة كده بتبقى عايز عايز سنة اتاك من البيس في الميدي مسلا مش عايزة تيجي مش سامعها لانه الاتاك بتاع الكيك مسلا بي اوور ولم عليها او كده اه بس انا اسف هقطع الفلوك بتاعك شوية في انه لو احنا مسجلين حاجة ببند لايف فانت احيانا بنقع في مشكلة انه نعمل لها كونتايز بالالاستيك اوديو او حاجة عمره ما نجح بالذات لو فيه بص لا ما بتنفعش انا اي اخد تيكات كتير لو انا وانا بسجل لقيت انه هما لوس شوية شوية يعني اكتر من اللازم يعني هاخد تيكات كتير هعمل بها ايه تيكات تيكات كتير على كليك هعمل ست سبع تيكات كويس وبعدين بعد ما يمشوا والامور تهدى في الاوضة اشوف المشاكل فين وحول اجيبها من تيك تاني او اعنافس الكليك غالبا هيبقى نفس السيتاب نفس الصوت نفسي كل حاجة. دي احسن. بس كونتايز ما نجحش. مع البانز. بالتحديد في التركات بتاعت الاورهادز بتاعت الدرامز طبعا انت عارف. دي دايما فيها كارثة وعمرها ما نجحت ودايما صوتها بيطلع في الاخر حاجة صعبة اوي وكده. فاحسن انك ما تستعجلش. القناية خمس دقيق سجلها اه سبع مرات. سجلها سبع تامن مرات. كلهم على بعض هتلاقوا اول ما الفرقة تخلص تيك كمان يا جماعة. ساكن تيك تير تيك and so on. بعد اربعين ديها هتبقى لغناية خلصت. خد الكلام ده ارميه في اي بلاي لست. خليه زي ما هو. خلص حاجتك. هتلاقي في حتة وحشة جدا. انت بنعمل لها كونتايز. هتلاقيها في السبع تيكات مظبوطة. هتلاقي مزهورة في تيك وان. ومزهورة مش عاف ايه. ومزهورة في ايه حتى اخدهم في الاخر عملك اربع مزهورة ببايزين خدتهم من لايف تيك من غير ما تعمل كونتايز. انا بشوفها كده وبشتغل كده وما جلتش يعني. بس هي محتاجة شوية صبر. هي الشغلان دي فيها فيها صبر كتير. انا شخص مش صبور في العادي. بس الشغلان دي انا بستمتع بصبري وانا بشتغل. انت ايه? انا مش صبور. نعم. لا انا انا ابدو صبور. احنا كلنا بنفرفر حواليك وانت شغال وتبقى انت لسه بتقول. انا انا معرفش انا بقى متهيقل ان انا مش صبور كفاية بس الشغلان دي علمتني الصبر وانا عشان بحب اللي بعمله جدا فبصبر. انا بقعد ادت. انا بطلب من الناس انها بتبعطيش حاجات ادتت. انا بحب ادت. لانه عادة ما حدش بيقدر يوصل للمستوى بتاع التفاصيل بتاع النظافة التكات دي. لان انا باسمع تيك تيك. بابدأ اسمع تيك تيك. ومعنيش اي مشكلة. ومش صبور مش كده. انا شايف انه بدل بدل خط الشغلان هيبقى لازم اعمل كده. يعني ده البريفرنس بتاعت. ممكن يبقى في حد عنده بريفرنس اعلى وحد يبقى عنده اوطى. مش معنى كأنه هو وحش وانا حلوة او العكس. بس قصدي انا مش بعرف اعدي حاجة. وبتعدي حاجات وبتطلع مكسرجات مش حلوة اكيد وكل حاجة. بس على قل انا ببزل المجهود اللي انا شايف ان انا لازم ابزله. يحصل ايه بعد كده بقى بتاع ربنا توفيق يعني. فالقرار بتاعها مكس امتى بعد ما كل الحاجات دي تغسل. اللي هو بسمع الاغنية لقيها حلوة. وعادة بتبقى قريبة من مكس. جدا. لانه مفيش حاجة يعني اصدل مش هتعمل حاجة في المكس يعني خصوصا لو بتفتغل مثلا اكوستيك او بتفتغل مش بتفتغل مثلا دانس ميوزيك لا المكس بيفرق ويفاكتس واسواب بتطيروا حاجات بتعدي مليمين للشمال واسوات جاية مش عارف ايه وسايد شينيج يعني. وده بيحصل برضو في السكة على فكرة مش في المكس بس. يعني عندما بتوصل مرحلة المكس بتلاقي كل الحاجات دي لانك مش هتعمل اغنية مثلا معتمدة على السايد شينيج وعندين تعملوه في المكس. لا ده السايد شينيج ده الاغنية بانت كده. بالنسبة الناس بتعمل اي دي اما او الكترونيك دانس ميوزيك يعني. فمرحلة المكس بروح لها هنا. بس فيه سؤال تاني انت سألتهنيش بقى. لو الاغنية جاية لك انت تعافش عنها حاجة. يعني كتير ناس بتجيب لك ساشنات مكس بس. خاص بش ما انت صار بي مكسش حلو فبنودي له الاغنية بعد ما تخلص بقى. اه فانا مش عارف. فدي جاية لي مفروض ان انا هاخدها النهاردة بالليل. وانا دلوقتي حالا بعمل كده اليومين دول يعني عندي كذا براجيكت شغال فيهم. مكس بس. وانا بحصل لي كده كده اميكس يعني. بسمع كويس. اه ادت. بشوف الادتس عاملة ازاي. بشوف لو في مشاكل في الجروف. ومش لازم الجروف يبقى درامز بكررها تاني عشان الناس تفاكرة. لازم بايز ودرامز. رفعي لا. يعني قصدي. الحاجة اللي مدية الاحساس للتراك انه في حركة يعني. لو حاجة طبعا كلاسيك او ميلو او بتاع بتتشاف من تاني يعني. بس بما اننا كل اغاني اللي بنعملها اه بوب سونج وعادة ببقى فيها حركة يعني. بتأكد ان كل الحاجات دي كويسة بسمع تراكي الغنة كويس جدا جدا جدا. جدا. اه وبعدي على كل التراكس با 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 بلم الساشن بتاعتي بشكل يبقى لما افتح الشاشة اه اشوف معظم التراكس. ما بحبش انا حكاية انه اه تجري شاشة سكرين وبعدين تجري شاشة سكرين بعدها. واللي بعدها الساشن كبير قليل ما بعافش اشتغل كده. انا بحب الساشن بتبقى في شاشة او اتنين يعني. طب ساعتها ايه بتعمل للحاجات اللي احنا بناخد مسلا الكمانجات على اربع تراكات ولا حاجة بتعمل من قبل ما اعمل كده احيانا بس لازم قبل ما اعمل كده لانه هو بروسس طويل شوية. انك انت لازم تتأكد ان كل تراك تمام الاول لوحده. يعني انت بتقول كامانجات معظم التكات بتاعت الكامانجات وانا مقصدش حد معين. بس معظم تراك كامانجات لانه طلع موضة كده الكامسان اللي فاتت حط مايكروفونات كتير. مايكروفونات كتير يعني فايز كتير. وهي مش بزيادة المايكروفونات يعني هي بالعكس. فبقت التيكس اللي بتجيلي عادة اوتوف فيز بشكل ما يعني. في طبعا ناس زمائلنا شاطرين واسادزة ومحترفين ويباعتوا تجنن. بس بيجيلي كمان في المقابل كتير جدا ناس مستخدم خمس مايكروفونات وستة مايكروفونات بسبع. اه. اه طبعا. واتنين فوق الكامانجات واتنين وراهم واتنين بتاع. وتكنيكس مش مناسبة للكامانجات من ناحية الناس ما بتاخدش بالها من فكرة مسلا الديريكت ساوند. فهو بيحط مايكروفون في مكان هو عجبه. بس هو ما بيبصش الصوت المباشر اللي خارج من الالة. نسبة الصوت المباشر اللي خارج الالة. لنسبة الصوت اللي راجع من انعكازات الاوضة. بالضبط. مهم بيجيلي حاجات فيها فايز كتير او. فلازم بتاعطي صلحهم الاول او تحاول تلاقي مشكلة تعالج يعني الازمة دي لانك اول ما هتشتغل استيريا تبقى مبسوط وبتاع اول ما يطلع على التلفزيون كمانجات راحت. او راح جزء كبير منها يعني. فعشان امرج او اجمع او اعمل اي حاجة اربعة ترك كمانجات. تلاتة ترك كمانجات. وتلاتة زيهم سكند سكوندو لو فيه او مش عارف ايه. فلازم تسمع كل تيكل واحده. الاول وتتأكد انه شافه ايه. بعدين في الاخر تلين ما هتو ترك فايدر واحد نظيف. وتاخد القرارات بتاعت انه هتستعمل ايه مايكروفونات او بليفلز على بعض ايه. لانه عادة انا هو بعاتلك مثلا التيكل واحد بتلات سعب بيبقوا باتنين وسعب بيبقوا بتلات. بتاخد بتلات مايكروفونات. فبتسمع فتلاقي طبعا فيه مايكروفون دايما اللي فيه ريفيرب كتير قوي ده. وفيه اتنين مفايزين مع بعض. في يعني زي ما انت بتقول بتاخد قراراته. في الاخر بتقرر انه التيك ده. هتلمى بقى كل الكلام ده. فايدر واحد. تقول لهم بقى تخفيهم. تخليهم في البلاي. مش في لي لست. في الهايد. في الهايد. في الهايد. في المهم يبقى في ايدك فايدر انت قررت خلاص بعد ما سمعت. انه تراك ده. الفايدر ده هو ال.. لسترينجس. اللي صوتها حالو. فما فيش داعي يبقى قدامي لانه في الحالة دي هيبقى البريمو تسعة تراك تسعة فايدر والسكوندو تسعة فايدر ما هو اخد تلات مايكروفونات. فا. ولو اخد تلات تراكات بس. لو اخد بالزبط. ففجأة انت بعدك ممكن يبقى حاجة مسلا وثلاثين. كويس. لالتيك للسترينجز بس وانت ما بتحركش كل دول لانه انت مش هتروح لكل واحد فيهم تحط مش عاقف ايكيو مش هتعمل كده يعني عادات عضتهم على ساب لانه نفس الصوت على ميكس بس يعني او سرينجز بس يعني فبردت بالساشن بحيث ان يبقى فيها اقل حاجة عشان مش عايزة تشتت اقل عدد فيدرز قدامي وتأكد ما فيش حاجة في الناس تبقى تترك او مقفولة يعني ما فيش بانشات بيعملوا ترك حتة واحدة كده بتأكد من كل ده قبل ما تروح لديق عندي سؤال فضولي ليا انا شخصين ليه ما بتعملش باونس لمسلا البريمو بعد ما تخلص الميكس المايكات على بعضها والتيكس على بعضها وتعمل باونس ادي ليفت ورايد بريمو وليفت ورايد سكوندو ليه بتفضل سايبهم ترك انا بعمل كده بمسمهمش بلمو بباونس انا بباونس طول عمري من زمان خالص من اول ما ابتدى برو تولز يظهر فحياتنا انا بباونس ما بسيبهمش في الجنبة بس هي فيه ناس بتحب تسيبهم يعني في حاجات تيكنيك اللي يعني الناس اتكلمت فيها هل في صارح الصوت ما بينهم؟ لا ده انت ساعات كمان بتبقى بتوفر حاجات يعني قصدي انه هو خلينا تيكنيك اللي نعرف اللي بيحصل ايه عشان اللي بيقولك انه الصوت حيزيد حيقل حيتغير او كده ما نبقاش نتكلم كلام عبسي مطلقة احنا ناس محترفين لو انت بتباونس جوه العلبة جوه البرو تولز او الورك ستيشن من البرو تولز ليه برو تولز اب الزبط كده فانت اخدت ستة عدد من الفيدرز حطتهم جوه تراك واحد فهو ده الباونس زي ما بتخرج الميكس بتاعك مفيش حاجة نفس نفس البيتريت كل حاجة زي ما هي انت بس بتلم ستة على واحد او ستة على تلاتة او يعني فرق افي ايه فيش حاجة تانية تفرق يعني قصدي انه في الاخر ستة فيدر من واحد فيدر عليهم نفس المعلومات انت نقلتهم هنا يعني طيب اقدر استفيد بايه او يحصل فرق ايه لما الكلام ده يخرج برا برو تولز يروح ل كومبريسر لطيف يروح ل يروح لأي حاجة يعني ويرجع تاني بجمع اننا خرجنا في احنا عملنا ري سامبلينج تاني خرجنا بقينا انالوج رحنا للجهاز اللي احنا بنحبه والهاردوير اللي بنحبه ورجعنا طيب هنا فيه نقطتين خلاف يعني طيب انا دلوقتي اخرجت انالوج ديجيتل تو انالوج وروحت للبروسيسر اللي اسمه اي حاجة ورجعت تاني فانا بقيت انالوج تو ديجيتل تاني فانا عملت يعني ري سامبلينج تاني طيب دي حاجة كويسة في المطلق ما هيش حاجة كويسة بس لو انا صوت البتاع البروسيس اللي حصل ده بالجهاز اللي عديت عليه خلى صوت الكامانجات احلى او داني فلايفر انا عايزه بقت حاجة كويسة شاية فهي انت سامع ايه طبعا لما بنتكلم على تشين على حاجة زي كده كما على كونفيرتر نظيف هاردوير نظيف يعني بيس مش لازم نظيف تبقى غالية بس متصانى الانبوت سبقيتها قد بعدها انو اوت مزبوطين حاجة وانت عايز منع حاجة مش حيروح اعدي على اصلا عندي افلون فهطلع عدي على افلون تعدي على افلون عشان يحسلم اسلم علي انا اه مجرد انك تعدي من جواه عاجبك صوت للتيوب بتاعتو ده الصوت بباستك اه مبروك حلو برافو عليك ده جزء من صوتك لكن انا بباونس انا بتأكد من كل الحاجات اللي قلت لك عليها بس فيه ناس كتير اوي بتحب تخليهم زي ما هم انا بخليهم زي ما هم برضو بس بعمل هايد وين اكتف وهايد ويروحوا مطرح مايروحوا خلاص بس انا بلم اه ده بتاع كل يوم استيريو تراك نظيف متأكد من الفيس بتاعه صوته حلو لفل حلو كمانجات متحبش الليفل العالي بالمناسبة على الدجتال يعني لما تساجل كمانجات وانت مقرب من الزيرو هتسمع صوت وقت التاك اه وانت مساجل كمانجات عند مينس تان هتسمع صوت انعم فالكمانجات من الحاجات الحاجات اللي فيها هارمونيكس ستير قوي دي بتحتاج هيدروم فوقيها كبير جدا فاحسن تسيبهم تسيبهم في ليفل واطي يعني الميكس بقى انا بالنسبة لي بتستخدمش حاجة جبتك برو تولس طلوقتي فتحت لك على اي ميكس مش هتلاقي حاجة خالص يعني قصدي اكتر من ايكيو كويس واتنين تلاتة كومبراسر جوه الميكس كله جوه التركس كلها اه يعني عادتها هيبقى بايس وغنى بحطشها درومس كومبراسر خالص خالص مش فاكي ان انا حطيت على اي درومس كومبراسر في اخر خمسة سنين يعني اه ما باستخدمش حاجة ريفرب احب ريفربات قوي قلتلك قبل كالا هتبعتني الصحر انت اللي سألتني حتى لو شعف عايز تاخد ايه هتاخد ايه معاك قلتلك هاخد معاك هاخد معاك هاخد معاك وكومبراسر حلو وحتصرف مثلا يعني وحتصرف اللي بيسجرينه مش قادر يمسك نفسه ناحية تانية ويتحكاني وحتصرف يعني بحاجات قليلة قوي يعني بس فانا بشوف الميكس ما هواش تكنيكس التكنيكس موجودة وكتير قوي التكنيكس سهلة سهلا لك تلاقيها وسهلا لك تجبها موسيقى 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 موسيقى